سيدينة أهلا بخضرات قمة القاهرة للسلام 2023 انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية ودعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقادة ودول وزعماء العالم بشكل أجمل خليني قبل ما أستفيد أو أتكلم أرحب الأول بزميلي وصديق الأستاذ زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع والمتخص بالشؤون العسكرية يعني أستاذ زكي النهاردة كان في العديد من رسائل الألهمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أدان خلالها الاستهداف وقت المدنيين تحدث عن قيم الخضارة الإنسانية تحدث في جملة واضحة وصريحة زكي عن أنه لا حل عادل سيحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا ويمكن الجملة دي ركز عليها وقالها بشكل واضح وصريح قال عديد من الرسائل وضحها السيد الرئيس وقال أن العدل هو حصول الفلسطينيين على حقوق المشروع غير رسائل طبعا الغرب اللي كانت يمكن كلها في نفس السياق ما تحدث عنه السيد الرئيس خلينا نبدأ برسائل السيد الرئيس يعني خلينا نؤكد فيها البداية أن قمة القاهرة للسلام هي في الأساس جايين عشان نحل القضية الفلسطينية جايين عشان نحط خارطة طريق للقضية الفلسطينية جايين عشان نجدد الدماء للقضية الفلسطينية بحيث أن العالم كله لابد أن يستمع لهذه اللغة النهاردة المفارقات كثيرة للغاية ما بين مواقف للدول العربية والدول الإقليمية اللي هي بتتعاطف مع القضية الفلسطينية بل بعض لديه قفزات في الخطاب لديه قفزات في اللغة والموجهة في حين أن كثير من الأطراف الغربية لديها رؤية أحادية في الطرح الإسرائيلي ووجهة النظر الإسرائيلية وبالتالي إحنا هنا موجودين أمام شعوب العالم بنقول هذه هي المواقف الرسمية والمعلنة من قادة الدول لدينا هذا الجانب العربي شوفنا كلمة سيد رئيس أفتاح السيسيو اللي هنكلم عاكيد عنها بالتفصيل كلمة العاهل الأردني كلمة رئيس وزراء العراق كثير من الدول العربية اللي خدت الخط السليم في دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق المدنيين سواء على الجانب الآخر أو جانب الفلسطينيين في حين أن الطرف الغربي وكثير من الحضورة الممثلين للطرف الغربي بيتكلموا عن وجهة نظر أحادية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي وده اللي هيخلي قدام العالم وكلمة سيد الرئيس بيقول أن احنا بنتكلم قدام شعوب العالم وهذا امتحان للإنسانية وأنا وقفت كتير قوي عند كلمة أن هذا امتحان للإنسانية مهم جدا والناس تركز في هذا المقهوم احنا هنا مش بنتكلم حتى للشعب المصر كله أو احنا بنتكلم لوطن العربي ولا منطقة الشرق الأوسط ولا العالم الإسلامي ولا العالم العربي ولا المنطقة الأفريقية نحن نتحدث للعالم كله بكل لسان الزعماء اللي حضروا النهاردة والممثلين لدولهم هذه النظرة في بعض الممثلين بيمثلوا نظرة أحادية يعني بيوغدين وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر الحديث عن يوم 7 أكتوبر بالتحديث كله كان بداية تطبيها بالضبط هو مؤم ما وقفه عند يوم 7 أكتوبر و7 و14 يوم نحن نرحق الإسرائيل في الدفاع عن مهارس و17 يوم عملية قتل وإبادة ومجازر بتتم الحد اللحظة اللي احنا فيها دي اللي بنتكلم فيها ضد أهالينا في غزة وضد شقالنا الفلسطينيين لغة الخطاب المصرية الرسمية اللي هي بتعبر عن 15 يوم اللي فاتوا جاية برضو في نفس السياق يعني احنا بمكلم على ان احنا بنقدم فكرة متحلل إنسانية يبقى الناس لازم تراعي اللي هم الغرب اللي بقولولنا حوق الإنسان وحوق الحيوان وحوق الأطط كل الحاجات الحوق العظيمة دي أول ما بتيجي عند العرب بتوقف أول ما بتيجي عند المنطقة بتوقف فنلاقي إن هم المكيال اللي هم بيدعموا بيه أوكرانيا مثلا على سبيل المثال وهي أقرب النمازج عشان ضد روسيا اللي هي داخل أوكرانيا في نفس الوقت إسرائيل بتقوم اللي بيقوم بيه مثلا روسيا فيدخلها لمنطقة غزة لكن هم هنا بيقلبوا الآية ويقلبوا القصة بالضبط فياخدوا مثلا تلاقي إن هم بياخدوا المدفعية اللي راح أوكرانيا يقول لك هنروح بيها لإسرائيل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ياخد مساعدات ويروح يودي مليارات من الدولارات يوديها ناحية إسرائيل وتسأل نفسك طب هي المليارات دي راح هتعمل إيه هو ده بقى اللي كان سيادة الرئيس بتكلم عنه إحنا جايين نخاطب شعوب العالم جايين نخاطب سيادة يا زاكي أقول لها تاني علشان السادة المشاهدين اللي ما اسمعوش جملة سيادة الرئيس النهاردة اللي انت بتتكلم عنها دي بالتحديد والعجمين الحقيقة اللي هي قيم الحضارة الإنسانية سيادة رئيس قال دعوني أتساءل بصراحة أين قيم الحضارة الإنسانية التي شايدناها على امتداد الألفيات والقرون أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة ازدواجية معايير يا زاكي اللي انت بتتكلم عنها هي أخطر حاجة في القصة كلها هي النظرة الأحادية للقضية الفلسطينية النظرة الأحادية كانت النهاردة منطوء على لسان عدد من الحضور في قمة القاهرة للسلام بحيث أن هم موقفين فعلا عند يوم 7 أكتوبر ووقفين عند نظرة الاحتلال الإسرائيلي ورؤية الاحتلال الإسرائيلي فهذه هي المعايير المزدوجة أما المعيار الشامل فيها التعامل هو اللي قال اللي تقال على لسان سيدة الرئيس عفتاح السيسي وعلى لسان العاهل الأردني وعلى لسان رئيس وزراء العراق وعلى لسان كثير من الدول الإقليمية وعدد كمان من الدول الأخرى المتفاعلة مع فكرة الإنسانية هي فعلا اللي بيضر أي قضية عموما هو فكرة المعايير المزدوجة أن أنت بتعامل بميكيالين أن أنت لا تنظر الأمور بنظرة موضوعية متجردة فبالتالي إحنا رابط أن نروح خطوة للأمام طب إحنا مفروض نحل القصة نحل القصة إزاي؟ مفروض فيه مساعدات تدخل للجانب الفلسطيني مفروض أن يبقى فيه هدنة ووقف إطلاق النار بشكل فوري مفروض أن الضحايا اللي ويعوا يلاقوا نفسهم يتدفنوا بشكل سليم وبالشكل الصحيح لأنهم عندهم شرائع لابد أن يدفنوا على أساسها المصابين والجرحة اللي موجودين في المستشفيات لابد أن يعالجوا النظرة دي كلها والشاشات اللي هي قدام الناس اللي بيتكلموا عن قضية فلسطين وكمان أجهزة الاستخبارات اللي بترفع لهم التقارير والأجهزة المعنية في كل دولة من الدول دي لدائم المعلومات اللي بتقولوا أن احنا عدنا أرباح تلاف شهيد وأكتر من عشر تلاف جريح في جانب قضية غزة اللي هو تلتمائة وستين كيلو تلتمائة وستين كيلو وقع فيها هذا العدد الكبير والضخم في خمستاشر يوم طب أمام هذه النظرة هل احنا محتاجين نكمل في الطريق ده؟ لا الطريق واضح جدا لابد من وقف إطلاق النار لابد من هدنة لدخول المساعدات الإنسانية مع السياق الآخر والمهم واللي لابد أن ينشغل به الجميع إحنا عايزين نود المنطقة لمساحة تطرف عايزين نود المنطقة لمساحة إرهاب طب التطرف والإرهاب بيتعمل من هنا أن هنا دولة تسعى لدخول في مساحة الأمن القوم المصري وعايزة تدخل في مساحتنا فبتحاول تضغط على الفلسطينيين فيبدأ يروح شمال السيناء ويبدأ على العملات التفكير اللي هم بيعملوها هنا بندخل في مساحة الأمن القوم المصري طب إيه النتيجة؟ النتيجة تطرف وإرهاب ودخول في إشكاليات إشكاليات العالم كله مش متاح أو مش يعني معندراش قدرة إن إحنا ندخل في الإشكاليات دي دي الوقتي فبالتالي لابد إن إحنا نستوب عشان كده سيادة رئيس كررها مرتين قدام العالم قال ما فيش تهجير ما فيش تصفية للقضية الفلسطينية واللي أيده حتى الرئيس أبو مازي لما قال نحن ولا نرحل نحن ولا نرحل أيضا أيده العهل الأردني ورئيس وزراء العراق وكل لغة الخطاب إن القضية الفلسطينية مش هتصفة طب هنا إحنا هنا بقى مش بنعلنها بيانات رسمية لا إحنا بنعلنها على لسان رئيس الدولة على لسان القضية المسلحة وأمام العالم كله بيقول إن إحنا ضد فكرة تصفية القضية الفلسطينية ضد فكرة التهجير ضد فكرة النزوح نحن مع شعب فلسطين ومع الأرض الفلسطينية ومع القضية الفلسطينية لكن في حدود فلسطين وفي مواجهة عدو غاشم بيحاول يمارس عملية في تفتيت الكتلة الصلبة للفلسطين وبإذن الله طبعا مش هيقدر نوع حق أداء وده يمكن اللي بيأكدوا الكلام برضو الجملة التانية لو هنمشي جملة جملة مع كلام سيادة الرئيس لما قال إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا وقال إن مصر زي ما انت قلت برضو يا زكي إن هي دفعت تمنهاي من أجل السلام في هذه المنطقة لوقت طويل من عمر الدولة المصرية في العشر سنين اللي فاتوا يمكن دفعنا كتير قوي من عمر جنودنا ومن عمر التضحيات اللي احنا ضحناها علشان نرجع تاني للأمن والسلام اللي احنا عايشينه تاني وشايفينه زي ما احنا شايفينه دوني يعني جزء من مكتسبات حربنا حتى على الإرهاب في شمال سيناء أستاذ أحمد هي فكرة إن إحنا ذكرنا الناس بعملية التضحيات اللي تمت بالفعل يعني إحنا هنا مش بنقول التاريخ كان فيه إيه إن حرب اكتوبر من خمسين سنة اللي احنا نقدر نقول للناس أحمد منسي شبراوي رمح سنين كل خالد دبابة كل الناس الأسامي اللي المصريين فاكرينها والشباب صغير فاكرينها احنا هنا بقى مش بنذكرهم بتضحيات من أيام حرب اكتوبر أو أيام سبعة وستين أو أيام ستة وخمسين أو أيام تمانية واربعين وإحنا حروبنا كتير يعني في القصة دي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإحنا الحمد لله الشعب الوحيد في العالم اللي انتصرنا على الإسرائيليين وقدرين ان احنا نستكمل طريق الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فبالتالي احنا فعلا ضحينا عشان سينة لآخر لحظة لآخر وقت احنا عملنا التضحية دي ضحينا بالدم والأموال وضحينا بالدم الشهداء وآلاف من الشهداء واللي ستة الرئيس أعلن عنهم في كثير من المؤتمرات عن عددهم اللي يتعدى ألفين أو ألفين ونص شهيد من الشرطة ورجال الجيش والمواطنين الشرفاء فبالتالي احنا هنا محدش عنده قدرة انه يفرط في شبر من أرض مصر وعدش عنده قدرة انه يتحرك أي خطوة يعني ضد الأمن القوم المصري الناس اللي احنا كنا بنتمحها في الميدين مبارح هي اللي خلت قوة القرار المصر النهاردة بيتكلم بهذه الصياغة بهذه الطريقة العمل على ان احنا نستمر كمان لان الخطوات كتيرة والخطوات اللي جايق طويلة فاحنا محتاجين نفص طويل في عملية التحرك ايضا مع مشهد التضحيات ومشهد شمال سينة نذكر الناس ان طابة اللي كانت مساحتها كيلو عدنا حوالي تسعتاشر سنة عشان نرجع طابة من تاتة وسبعين لحد تسعة وتمانين فاحنا بالتالي ما عندناش استعداد محدش يقدر يقول ان احنا عندنا استعداد نتحرك شبر واحد محدد فبالتالي المقدرة الواحد دائما بيتكلم في اطار مقدرته واطار حدود هي دي حاجة اسمه السيادة الوطنية يعني سيادة وطنية يعني انت عارف ايه اللي بيحدك من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب تتحكم في ازا الاطار اما تخيلاتك وشهوتك لمحاولة تنفيذ مخططات ده اللي ما ينفعش يركب ما ينفعش يركب على دول فاهم فكرة الامن القوم المصري وما ينفعش يتركب على حد يعني فاهم قصة وضع الجنوء الشمال ايه والشرق ايه والغرب ايه والحاجات دي فلغة القطاب المصرية النهاردة تضع خارطة وسيادة رأيس قال كده خارطة طريق موضوعية لابد ان نستمع اليها الان قبل الغد كلما عجلنا الاستماع لخارطة الطريق المصرية كلما وصلنا لنتائج سليمة نحقق بها نتائج سليمة ممتاز طيب زي جزية تاني برضو كان تحدث عنها سيادة رأيس وقال ان العدل العدل هو اساس حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصري كان يوصد ايه سيد رأيس ما تحدث عن العقل الا هي العدل اللي هيدي للفلسطينيين حقوقهم المشروعة احنا مش محتاجين من العالم كله ايه الاكتر من هو ينفذ القرارات الاممية اللي صدر على المجلس الامن وعلى اليوم والمتحدة بقالها تلاتين واربعين سنة هو ده العدل العدل ان احنا ننفذ هذه القرارات فحينها يتم حل الدولتين على قصص 4 يونيو 67 وبالتالي لما نعمل حل الدولتين عشان بس الناس برضو المصطلحات كبيرة عليها لما نحل دولتين يعني معناها ان احنا نقيم دولة لفلسطين واجوارها دولة لإسرائيل يبقى فيها نظام حكمه متكامل على أرضية واضحة من حدود 67 لحنا عدل 267 الإسرائيليين خدوا أرض أزيد من اللي كان مخطط ليه أو اللي موجود ليهم فبالتالي لما نعمل حل الدولتين يبقى هنا لابد ان تقام دولة مستقلة للفلسطينيين ولابد ان تقام دولة مستقلة بجانبها ليه الجانب الآخر وهنا المخطط مرتبط بحاجة بيعملوها الإسرائيليين دلوقت هم عايزين لما بيدخلوا قطاع غزة يعملوا ايه يعني النظري وبرضو انا دايما بحيب بأتكلم على فكرة النظري لان النظري ده لما بيجي تطبق على الواقع ما بيحصلش النتيجة اللي هم عايزينها هم عايزين يصفوا قطاع غزة وبعدين يجيبوا سلطة أو تصور أمني يحكم قطاع غزة فيفرغوا من حماس ويحطوا هذا القطاع هذا التصور فيحكم قطاع غزة مع وجود حاجة أشبه بالكرتات اللي عندنا كده انهم يعملوا قطاع غزة يقسموا قطاعات ويعملوا بين كل قطاع وكل مدينة في قطاع غزة ده فيه مدينة مثلا غزة خان يونس مدينة رفح الحاجات دي يبدأ يحط كرتات ما بين المدن دي بإسرائيليين ومع سلطة أمنية تباحهم فيبدأ يفرغ القضية بس هو غافل هو بيعمل القصة دي ان فيه 2.5 مليون فلسطيني هو قتل منهم حاليا أكتر من 4.000 شهيد و10.000 جريح الناس دي ليها أسر وليها نفور مجتمع ضد الحاجات الاحتلال لإسرائيل بس هو دي القصة فهو لما بيبني تصورات النظرية انه يقدر يعمل ده بينسى ان حماس والمقاومة الوطنية أصبحت جزء من الدولة الفلسطينية أو من رؤية الفلسطيني نفسها عشان كده دايما الخطورة فيها عملية الابتاح البري اللي هو بيعملها واللي أظن ان السخونة هتبقى جديدة جدا جدا من ناحية الشمال ومن ناحية سوريا من النهاردة من حزب الله ومن جانب السوري لجهة إسرائيل لانهم بدأوا يعملوا الحركة دي كبيرة الخطورة جدا في فكرة الاجتياح البري اللي هو بيتحرك عليها التنظيم مقابل الوطنية هي القصة كلها انه زي يدخل في عملية وصدمة ناس بيؤمنوا بانهم قتلوا ناس من عندهم فتبدأ المقاومة الشعبية اكبر من فكرة المقاومة الوطنية المقاومة الوطنية عددها محدود يعني حماس لها عدد خمس تلاف عش ايا كان العدد لكن الاتنين ونص مليون هنا بيبقوا كلهم ضدك بيبقى كلهم ضدك لانه شوفوا الدمار وشوفوا الحاجات اللي بتحصل فيبقى خطورة في القصة فبالتالي لغة الخطاب المصرية نرجع تاني لقيم مقيمة قرار السلام سيد رئيس المطارة خارطة الطريق وقال ان احنا نقيمها على دولة العدل دولة العدل اللي احنا عايزين فيها العالم ينفذ القرارات اللي خدها احنا مشان يدينه قرار جديد ونفس القرارات اللي خدها اللي صادرت تنفذ بطريقة عادلة فهنا يقدر المستوطنين اللي هم بيزرعوهم يرجعوا الوراء الفلسطينيين ياخدوا ارضهم تقام الدولة الفلسطينية وبجانبها دولة اخرى اتعبر عن الفكر الصهيون العبي ماشي خلينا اكلمك بلسان حال المشاهدين يا زكي النهاردة قمة القاهرة للسلام هي قمة يعني في مضمونها هي رسالة انعقدت في القاهرة بحضور عدد كبير من زعماء وقادة الدول العرب والاوروبيين ومن قرات متعددة ومختلفة رسالة من غير اسرائيل بتقول ايه هي الرسالة الاساسية انا شايف بها من وجه نظري لابد ان تكون للمنظمات الاممية التي طرعى ادوات التنفيذ يعني الامين العام الامم المتحدة اللي راح معبر رفح البري وشم ريحة المداف اطنان القنابل اللي نزلت في قطاع غزة وشبع نيه الدخان المتصاعد في قطاع غزة لابد ان تكون حركته وخطوته اكبر المنظمات الاممية مجلس الامن وخلافه لابد ان تكون نظرته وخفزاته اكبر في حل القضية الفلسطينية واللجوة لعملية السلام منظمات الاممية الشعوب الشعوب هي الحاجة الرئيسية في الضغط على القادة ورؤساء الدول بمعنى ان الشعب الامريكي قادر على انه يضغط على الادارة الامريكية المعارضة الامريكية وحزب الجمهوري قادر على الضغط على الادارة الامريكية بايدن من كم يمكن طالع بيقول على المعارضة اللي عنده معارضة تفهة عشان نوقف ضده فبالتالي هزي المعارضة كلما دعمت وكلما ظاهرت امامها الحقيقة من المؤتمرات اللي زي دي نقدر نتجه لعملية تصحيح مفهوم اوه طبعا مش هنصل للنتيجة الكاملة لان هم واخدين الطريق بشكل واضح وصريح بايدل لما راح اسرائيل قالك لو ما كانش في اسرائيل لاختراع لاسرائيل وبالتالي هو مش هيوصل للمرحلة دي لكن على قل نظرة نحاول نقلل فيها عدد المتأثرين والمشوش عليهم من الشعوب دي بالمؤتمرات اللي زي دي وبالمعلمات اللي زي دي تتم عملية التخزية طول الوقت بمعلومات سليمة فنقدر نقلل العدد وبرضو كنا ذكرنا قبل كده استطلاع رأي كان في الفوكس نيوز وبيقول عدد الناخبين بايدن الميالين لاسرائيل كان العدد كبير جدا يعني جملة سبعة تقريبا او تمانية من عشرة ناخبين ميالين ميالين لاتجاه رؤية اسرائيل من ناخبين بايدن لكن وسط العينة دي والتحليل وانا كنت شايفة ان حاجة إيجابية ان عدد الشباب أقل من التمانية دول عدد الشباب أقل فاحنا لو قدرنا نغزيهم بمعلومات سليمة كل ما يقل كل ما يكون في فايدة لان هم بكرة وبعده اللي بيبقوا مسيطرين على مقاليد الأمور ومنتشرين في مؤسسات الدولة فبالتالي احنا محتاجين قدر كبير من التخزية من المعلومات وطرح واضح وصريح ومباشر زي لغة الخطاب المصر النهاردة في قمة القيارة للسلام من ضمن الرسائل واللي بنتوقع منها وبنستشف منها مخرجات هذه القمة الزكي ان هو حل الدولتين ده يمكن كان من كلام أنتونيو جتيرش الأمين العامل لأمم المتحدة يعني التأييد العربي ودول إعلان وقف فوري لإطلاق النار الهدنة أعتقد المساعدات دخولها ده كان أغلب أراء ده كان وزيرة خارجية اليابان أيضا وزيرة خارجية ألمانيا قالت ان احنا الوقوف ضد الإرهاب والتمييز بين الإرهاب والسكان الأبرياء يعني برضو وقف إطلاق النار الاعتداء يعارق الحل الدولتين برضو حل الدولتين إسرائيل قوة احتلال مرفض تدميرها للبنية تحدي كله بينصاق تحت عنوين وقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات وأيضا حل الدولتين من وجهة نظرك يا ذاك هل تعتقد أن هذه القمة ومخرجاتها سيتم تنفذها بسرعة على وقف يعني على الأرض فعليا طيب هو ده حس بقوة هذه القمة ومن المواطن مستميم الضربة طيب هو ده دايما السؤال بصراحة اللي هو الأصعب فيها الإجابة لأن انت هتحكم على نتائج مبنية على أشخاص ومبنية على مسارات انت احنا مش عارفين تصوراتهم في انتهاء القمة ممكن تروح أنا ناحية والحاجات حتى العناوين اللي احنا واخدينها فيما يخص قطاع غزة فيها عناوين تانية برضو تدعم الاحتلال الإسرائيلي على لسان نفس الأشخاص دول فبالتالي العملية وهي أنتظرة فيها الإجراءات مهم جدا الإجراءات هل إجراءاتهم الظاهرة من كل الممثل مثلا وزير خارجية ألمانيا وهي وزير خارجية فرنسا تحديدا وإيطاليا الثلاثة أربع دول اللي هما ميلين ناحية الاحتلال الإسرائيلي هل الإجراءات بتقول وتنبئ ان هما ممكن يتحركوا خطوة لقدام هنا بقى هنا يعني هنبقى محتكمين لألباني النهائي والصياغة النهائية من قيمة البعضة للسلام أيضا الدفع المصري والدفع العربي معاه مهم جدا أن ننفذ هذه التوصيات لكن خلينا نشوف حاجة مبشرة جدا فرح إن الكل يعني اللي مع الاحتلال الإسرائيلي ولا ضد الاحتلال الإسرائيلي الكل اتفق على إن المساعدات الإنسانية لابد أن تدخل وإن المدنيين لابد أن يحافظ عليهم فإحنا لو قدرنا ننفذ في أكتر من 200 عافلة وقاطرة موجودين في معبر رفح البري ومطار العريش الدولي على بعد 45 كيلو منه كلهم جاهزين إن هما يدخلوا ده رقم واحد رقم اتنين فمعناها المساعدات دي لو دخلت معناها إن القطاع الصحي ممكن يقوم والقطاع الطبي في غزة ممكن يقوم أيضا مع المساعدات الإنسانية في حماية حقوق المدنيين العملية العسكرية عملية صعبة للغاية من الجارب الاحتلال الإسرائيلي فإحنا لو وقفنا يعني أربع قرارات أظن لو إحنا قدرنا نعمل صياغة بيها ونلزم بيها الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من وراءه وقف إطلاق النار هدنة دخول المساعدات الإنسانية حماية المدنيين أربع نقاط رأسية تحدد خارطة طريق المصرية ممكن نمشي فيها وبإذن الله نحاق النتيجة أسرع ما يمكن لأن العملية شكلام طولة جدا أنا برضو زي ما قلت أنا هتكلم معاك أتكلم بلسان حال السادة المشاهدين تمام؟ خلينا خلصنا قمة القاهرة بنسبة كبيرة عايزين نروح شفت إزاي النهاردة دخول المساعدات النهاردة وعبورها معبر رفح بس في النهاية اللي عد يا زكي عشرين شاحنة عشرين قاطرة الناس كانت منتظرة أن يتم عبور عدد كبير كان في مية وسبعة أو مية وستة قاطرة ده على لسان متطوع العمل أهل العمل التنموي بس اللي دخل عشرين شاحنة فقط من ضمن المساعدات محملة بالأدوية فقط أولا كان هذه النتيجة جات بناء على اتصال وتواصل بين الرئيس الأمريكي بايدن وبين الرئيس السيسي منذ يومين على فكرة دخول الأول دفعة يعني من المساعدات وكان محدد رقم عشرين تحديد اللي هي دخول المساعدات أنا الصراحة النهاردة كان مشهد مبهج للغاية أن انت تلاقي المساعدات دي بعد خمستاشر يوم شكل يعني الناس متحصرة بالماء ووقود وكهرباء فلما تقلهم عشرين حافلة ويبقى فيهم كمان مساعدات طبية فده أمر مهم للغاية هنا طبعا ده أه فبيقل إسرائيل حتى والاحتلال الإسرائيلي هو أكيد هيبقى دلوقتي حاسس أن عملية العسكرية فيها يعني قصور لأن كل ما بتفتح جبهات لدخول المساعدات هو بيحس أن العملية العسكرية ما بتجيبش نتيجة فبالتالي المهم جدا أن يبقى زيادة الضغط وخاصة القمة القاهرة وأظن أن هو ده اللي ينتج عنها بشكل مهم للغاية النتيجة الرئيسية أن العشرين دول يبقى دفعة أولى وبعد كده تتحرك إحنا مكلم في أكتر من ميتين حافلة مليانة مساعدات غذائية وطبية وكل أنواع المساعدات بالإضافة لأن الموضوع لو طول معنا شهر دي الناس دي هتيبقى محتاجة حاجات للشتاء وحاجات كبيرة لأن الموضوع شكله مطول فبالتالي المساعدات دي لازم تدخل وإعني إلا مش بتكلم هتخلينا كتيرا تتأثر شكله مطول المهم جدا كمان إن الميتين دول مش هم الميتين يعني المساعدات لابد أن تستمر فيها التضفق يعني كل ميتكو العشرين يجو أصار في خمسين فتبدأ العملية التضفق والمساعدات مش إن إحنا نوقف عند الميتين لا ده نقري التصريح من أحد قيادات التحالف الوطني إنهم عايزين تقريبا ميت شاحنة في اليوم ميت شاحنة تنقخ القطاع غزة اللي نحن كلم على اثنين ونصف مليون مواطن متأسرين بالوضع و30% تم إبادته من السكن خلي بالحضك 30% من جملة السكن في خطاع غزة ده يعني معناها عدد وحدات كبير معناها أسر كبيرة بلد بلا مأوى بالضبط فأنت في الشاشة ما تقدرش تجيب الكسافة دي ولا تقدر تعبر عنها لكن الواقع بيقول إن 30% من المباني سقط إن عملية كسر العزيم والسيداف الفلسطينيين موضوع صعب للغاية فهنا عايزين عملية التطفق للمساعدات مع فتح مباشر للمساعدات ونرجو كمان من الأطراف الفلسطينية خاصة يعني من ينتمي لحركة حماس إن يخلي المساعدات دي بعيدة عن أي صراع عشان تتحرك وما يبقاش حجة لإسرائيليين أن هم يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في أي مرحلة من المراحة يعني نأمل إن كل اللي بتقوله يا ربي يتحقق إن شاء الله على أرض الواقع ومخرجات قمة القاهرة للسلام يتم تحقيقها في القريب العجل ده اللي بنأمله يا زاكي إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا أنا بشكرك على تحليلك السري كالعادة شكرا جزيلا سيدك القاضي مدير تحليل اليوم السريع والمتخص شؤون العسكرية بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان تحليلنا للمشهد مشهد اليوم المشهد الرائع اللي مصر معودانا عليه بحقيقة كقيادة مصر دائما تقود مصر دائما يعني تتخذ خطوات فعلية على الأرض تخذت الخطوة اليوم بقمة السلام بالقاهرة بحضور عدد كبير من الزعماء وقادر الدول العالم إن شاء الله يتم تنفيذ المخراجات في أقرب وقت بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ومستمرين في المزيد من التحليل شكرا جزيلا وإلى اللقاء